السلام عليكم من شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا المساء الاثنان عرض شفاهي من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي صفحة اثنان وتسعون وثلاثة وتسعون المسألة رقم واحد هذه شبكة بها أعداد تم تمزيق جزء جزء منها ألف أعيد إن شاءها هذه هي شبكة وتمزقت بعد الآدات فأعيد إن شاءها أنا أكمل هنا لدينا هنا بالخانة ستمائة وأربعون ثم بالخانة ستمائة وتمانون ثم ستمائة وتسعون هنا سبعمائة وعشرون ثم بالخانة سبعمائة وتلاتون وبالخانة الأخيرة سبعمائة وأربعون بأشرح شفاهيا لأحد أصدقائي كيف قمت بذلك إذا لاحظنا بأنه بين كل خانة نضيف عشرة إذن هنا خمسمائة خمسمائة وعشرة خمسمائة وعشرون خمسمائة وتلاتون خمسمائة واربعون كل مرة كنضيف عشرة إذن فعل هذا الأساس قمت بإعادة إن شاء هذه الشبكة هنا تلاتمائة وتلاتون أضفت عشرة إذن تساوي ستمائة وأربعون ثم هنا ستمائة كان خاص العدد ستمائة وسبعون ضفت لها عشرة وصبحت ستمائة وتمانون ثم ستمائة وتمانون ضفت لها عشرة وحصلت على ستمائة وتسعون ثم هنا سبعمائة كان محدوف العدد أو الرقم هنا العدد اللي قبل منه هو سبعمائة وعشرة أضفت عشرة وهي سبعمائة وعشرون ثم أضفت عشرة سبعمائة وتلاتون ثم بالآخر كذلك أضفت عشرة فحصلت على سبعمائة وأربعون ثم المسألة رقم اثنان ألف ألاحظوا وأكتبوا الأعدادة عشرون تلاتون خمسون وستون في الأقراص الفارغة هذه هي الأقراص الفارغة بحيث يكون مجموع الأعداد بكل ضلع بالجوانب الثلاثة هو تسعون بنسبة لهذا الجانب لدينا عشرة نضيف عددين للحصول على تسعون ثم هنا لدينا أربعون نضيف عددين للحصول على تسعون وكذلك بهذا الجانب لدينا عشرة نضيف عددين للحصول على تسعون بالنسبة لهذا الجانب لدينا عشرة إذن فنضيف هنا ستون ثم عشرون بالنسبة لهذا الجانب لدينا بعد ما اضفت عشرون لدينا أربعون هنا أضيف 30 ثم لدينا 10 وهنا لدينا 30 ثم هنا نضيف 50 أشرح شفاهيا لأصدقائي كيف توصلت إلى الحل بالنسبة للجريم الأول كان لدي عشرة وللحصول على 90 كان يجب أن أضيف 80 إذن فبحث هنا على العددين مجموعهما يساوي 80 وهما 60 و20 وضعت 60 وكذلك 20 بالنسبة لهذا الجانب كان لدي 40 أضفت 20 حصلت على 60 للحصول على 90 يجب أن أضيف 60 عندنا 40 زائد 20 هي 60 خاصني نزيد عدد لي وصلني 90 إذن بما أن أضيف 60 كان لازم أنني نضيف 30 للحصول على 90 ثم بهذا الجانب كان لدي عشرة أضف 30 وللوصول إلى 90 لدي عشرة زائد 30 تساوي 40 كان مازال خاصني نزيد عدد للمجموع ديالو مع عشرة وتلاتون يساوي 90 وكان العدد هو خمسون ثم المسألة رقم ثلاثة قاست مريم طول قطعة خشبية كما يلي وكتبت طول القطعة الخشبية 12 سنتيمتر أصحح ما قامت به مريم ثم مريم كتبت 12 سنتيمتر والقياس الصحيح هو 11 سنتيمتر بأشرح شفاهيا لمريم القياس بطريقة صحيحة يجب أن تضع مريم القطعة عند الصفر وبذلك ستحصل على قياس المسترة هو 11 أما عندما وضعت مريم القطعة عند الرقم واحد فأخذت القياس هو 12 فالطريقة الصحيحة هو وضع رأس القطعة الخشبية عند الصفر ثم الصفحة 93 أتمرن المسألة رقم أربعة تملك إيمان بطاقات مرقمة من واحد إلى تسعة وتسعون هذهنا واحد اثنان ثلاثة إلى تسعة وتسعون ألف أكتب جميع الأعداد المنتهية بـ 12 بهذه البطاقات الآن فالأعداد هي أولاً 12 ثم مئة و 12 مئتان و 12 ثلاثة و 12 ثم مئة و 12 ثم مئة و 12 ثم مئة و 12 سبعمائة و 12 ثم مئة و 12 و 900 و 12 هذه هي الأعداد المنتهية بـ 12 أشرحه شفاهياً لأصدقائي كيف توصلت إلى حل إلى الحل الصحيح أولاً كتبت 12 ثم أضفت مئة وبكل مرة كنت أضيف مئة إلى أن وصلت إلى تسعمائة و 12 المسألة رقم 5 طرحت وفاء من العدد تسعمائة عدداً من بين الأعداد تمامائة و تلاثة وعشرون سبعمائة و 12 ستمائة و سبعة و ستون ثم خمسمائة و تسعة و سبعون فحصلت على عدد أكبر من تلاثمائة ما هو العدد المطروح العدد المطروح وهو قلنا تسعمائة ناقص العدد وهو خمسمائة و تسعة و سبعون و يساوي تلاثمائة و واحد و عشرون إذن فالعدد أكبر من تلاثمائة بـ أشرح شفاهياً لأصدقائي كيف تعرفت على هذا العدد كيف تعرفت على هذا العدد تسعمائة تساوي ستمائة زائد تلاثمائة و العدد المحصل عليه هو أصغر عفواً أكبر من تلاثمائة إذن يجب أن نطرح ما فكرت به هو أنني خلص نطرح من تسعمائة و حد العدد هو أصغر من ستمائة إذن فالعدد هو خمسمائة و تسعة و سبعون المسألة رقم ستة كتب رشيد 12 رسالة استعمل ورقة واحدة في ستة رسائل و ورقتين بكل من ستة رسائل أخرى ما هو عدد الأوراق التي استعمله عدد الأوراق وهو ستة مضروب بواحد زائد ستة مضروبة باثنان و يساوي ستة مضروبة في واحد تساوي ستة زائد ستة مضروبة في اتنان إذن نكتب ستة زائد ستة مضروبة في اتنان تساوي اتنى عشر إذن فعدد الرسائل هو ثمانية عشر رسالة بأشرح شفاهيا كيف توصلت إلى الحل كيف توصلت إلى الحل بالنص المسألة كتب رشيد 12 رسالة استعمل ورقة واحدة في ستة رسائل أي عند كتابة ستة رسائل استعمل بكل رسالة ورقة واحدة إذن فكل ست بهذه ستة رسائل استعمل ورقة واحدة إذن هناك ستة مضروبة بورقة واحدة وهي ستة ورقات ثم ورقتين بكل من ستة رسائل ثم ستة رسائل أخرى استعمل ورقتين إذن فهو أي عدد الأوراق بهذه ستة الرسائل هو ستة مضروب باثنان ثم قمت بإضافة ستة أوراق مع ستة مضروبة باثنان وهو ستة زائل اثنى عشر وحصلت على اثنى عشر ورقة ثم المسألة رقم سبعة يبلغ فارق السن بين رشيد ووالده خمسة عشر سنة ما هو فارق السن بعد مرور ست سنوات أجاب رشيد سيكون فارق السن بينهما هو واحدة وعشرون سنة ألون بطاقة الجواب الصحيح نعم أم لا ثم فالجواب الصحيح هو لا رشيد قال سيكون فارق السن بينهما هو واحدة وعشرون سنة والجواب الصحيح هو لا بأشرحه شفاهيا طريقة الحل بما أن فارق السن بين رشيد ووالده هو خمسة عشر سنة فمهما تقدم السن فإن فارق السن بين الأب والابن سيبقى هو خمسة عشر لا يتغير ثم المسألة رقم ثمانية عشر تملك مريم عددا من الكلال أقل من عشرون كلة عندما تجمع كللها اثنان باثنان يبقى لها كلة واحدة وعندما تجمع كللها خمسة بخمسة يبقى لها ثلاث كلل ما هو عدد كل المريم بأشرحه شفاهيا طريقة الحل إذن فالعدد هو ثلاثة عشر بأشرحه شفاهيا طريقة الحل قلنا بأن عدد مريم كللا أقل من عشرون نجربه أولا بخمسة إذا جمعت كللها خمسة بخمسة إذن خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسة عشر والباقي ثلاثة إذن خمسة عشر زائد ثلاثة هو تمانية عشر نجربه هذا العدد ويجري نصحيح بالنسبة إذا جمعت كل لها اثنان باثنان إذن بالنسبة الاثنى عشر ثمانية عشر عندما تجمع اثنان باثنان سنجد أنها جمعت اثنان تسعة مرات إذن فلم يبقى أي كلة إذن بالنص المسألة إذا جمعت اثنان باثنان يبقى لها كلة واحدة إذن في عند تمانية عشر لا يمكن أن تبقى أي كلة ثم نجرب بالنسبة للتلاتة عشر تلاتة عشر لدينا خمسة زائد خمسة تساوي عشرة زائد ثلاثة تلاتة عشر إذا جمعت بالنسبة لتلات عشر جمعت خمسة بخمسة سيبقى ثلاث كلا إذن فبالنسبة للعدد بنسبة لخمسة عشر فالتلت عشر صحيح نجرب بالنسبة لإتنان بإتنان إذن إذا أخذت تلاتة عشرة كلها وجمعت اتنان بإتنان سنجد أنها جمعت ستة مرات إذن ست aitنى عشر كلها والباقي كل واحدة بحدها. اذا فثلاثة عجل هو العدد الصحيح.